كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تم تنفيذه مشروعات في سيناء خلال عشر سنوات بأكثر من 600 مليار جنيه وعشر مدبولي إلى أنه تم الوصول بحجم محطات تحلية المياه في شمال سيناء إلى نصف مليون متر مكعب في اليوم إحنا نفذنا في شمال سيناء لوحدها إحنا بنقول سيناء في العشر سنين دول نفذنا فيها مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه شمال سيناء واخدى مص تقريباً 290 مليار اتنفذت فيها أكثر من ألف مشروع في كل المجالات زي ما يا حضراتكم شايفين نموذج لكل السوار إحنا عايزين بس عايزة أقول لحضراتكم أن إحنا وصلنا حجم محطات تحلية المياه بتاعت الشرب لشمال سيناء باللي خلص واللي بيتخطط لنصف مليون متر مكعب في اليوم ده حجم رهيب عشان حراكم تبعوا عارفين حجم مياه النهاردة إحنا بنحطه عشان نطور وننمي ونحط البنية الأساسية للتعمير لقدام كبير جداً كل دي مشروعات في كل مناحي الحياة الدولة المصرية اشتغلت عليها والحمد لله يعني لما سيد الرئيس أعلن في بداية هذا العام وتحديداً في فبراير أن إحنا الحمد لله قدرنا أن إحنا ننتهي بصورة كبيرة جداً من الإرهاب وأن المرحلة الشهور اللي بعديها البسيطة اللي بدأ رجال القوات المسلحة مع الشرطة بيطهروا الأماكن من العبوات والحاجات اللي كانت محطوطة من أهل الشر في هذه المناطق كل ده كان بهدف أن إحنا نبدأ فوراً بعدها أعمال عملية التنمية والتطوير الشامل